انا بحسد الكابتن اهاب جلال على هدوءه راجل مهزب جدا واحد غيره كان رمى كلمة كده كان رمى حركة كده كان ميل على واحد محترم صحفي وقال له لو سمحت دفع عني لو سمحت اكتب لي حاجة لو سمحت اعمل لي حاجة طب لو سمحت انا والله العظيم مظلوم فعايز اقول تصريح مش عارف ايه ما عملش اي حاجة ما عملش اي حاجة راجل محترم ده يقدر جيدا انه المدير الفني لمنتخب اسمه مصر محترم يا جماعة خلوا دايما العلاقة بينكم وبين الناس هي علاقة فيها احترام انا فجل دي حاجة عامة يعني بس خلينا في الكورة دلوقتي فيها احترام راجل محترم ده فيه ناس بتجلد فيه ناس بتوهين الراجل لا هو مدرب كويس والدليل انه رقم في السوق في مصر في الكورة المصرية كل الفرق بتبقى عايزاه كل الفرق بتتفاوض عليه هو اعلى واكتر مرتب اكتر مدرب بياخد راتب في الدول المصري شوال اسم الابرس في الدول المصري ببصماته اللي مع كل الفرق هي الفكرة انه مجاش في الوقت الصح الفكرة انه مجاش في الوقت الصح فسواء رحل او بقى كابتن اعاب جلال فله مننا كل الاحترام بنسبة 99% هو رحل بس انا بسيب دايما الواحد في المائة دي لحد الاعلان الرسمي بس له مننا كل الاحترام كل الاحترام المسؤول اولا واخيرا اتحاد الكورة بالمناسبة